اهلا بكم متابعي قناة فروم الروكو في نصرة اخبارية جديدة وهذا ابرز عنوانها غموض يلف اقدام خمسيني على وضي حد لحياته داغل غرفته بحي ستواني ولن الى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع اشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو عاش حي ستواني بمدينة طنجة بعد زوال الخميس على واقع حادثة انتحار بعدما اقدم شخص على وضي حد لحياته وذكرت مصادر من محيط الهالك ان المعني بالامر البالغ من العمر خمسة وخمسون سنة تم العصور على جشمانه معلقا في غرفة يكتريها في سطح احد المنازل بشارع اطلس بمقاطعة ستواني ويعلف الغموض اسباب اقدام الضحية على الانتحار بهذه الطريقة المأساوية حيث لا يرتبط بأي علاقات اجتماعية مع محيطه بحسب ما اكده عدد من سكان الحي وحسب ذات المصادر فقد تم ابلاغ المصادح المختصة التي اوفدت المحققين من الشرطة القضائية وعناصر الوقاية المدنية لمباشرة الاجراءات المأمول بها في عموم هذه الحالات واعتجاوزت مدينة طنجة ما سجله اقليم شفشون باكمله في معدلات الانتحار في الفترة المذكورة رغم ان الاقليم المذكور يعتبر من ابرز الاقاليم في المغرب تسجيلني لصاب الانتحار كنتم مع نصرة اخبارية الى اللقاء